فاكرين قصيدة كلب الست ده قصيدة كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم عن حدثة حصلت في الزمالك في شارع الجبلية كانت سكنة الست ومكلسوم وبعدين ولد شاب مسك مجلة عد يقرأ بتاع ففيلا ومكلسوم فيها كلب هبش الولد فالولد راح السجن سوري الاسم وبعدين الزابط عرف ان الفيلا دي بتاعت الست ومكلسوم فطلع أحمد فؤاد نجم يتاريق على انه القصة كده يعني على انه يعني ان الولد الضحية ودين انت ايه اللي جابك جنب الكلب والله هات بقى الكلام بتقولي بقى هاتوا هنا بالكلام الله يخليك حلو يا علي هاتوا هنا قراءة كده بيقولك في حي الزمالك كلب الست في الزمالك من سنين وفي حمى النيل القديم أصر من عصر اليمين اطلع شوية ملك واحدة من الحريم ستها أكتر من الأدان حلو اطلع سنة يسمعوه المسلمين والتطر والتركمان والهنود والمنبوزين ستة فائت عن رجال في المقام والاحترام سيت وشهرة وتل مال يعني في غاية التمام أسره يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة بس ربك لجلي حكمة أم حرمها من الأمومة والأمومة طبعي سابت جوه حوة من زمان تعمل ايه الست جابت فوكس رومي ولهودان فوكس عبال أمالتك عنده دا ستتخدمين يعني مش موجودة في عيلتك شخص زي يا اسماعيل واسماعيل دا يبقى واحد من جماعة التعبنين اللي داخل في المعاهد والمدارس من سنين حب يعمل وطفة كاكا يمشي حبه في الزمالك والأيامة والفتاكة يرمو طبعا على المهالك خلاص يرمو طبعا على المهالك عم سمعة من أيامته حب يعمل فيها فلة بعد ما ألوص بجامته اشترى حتة مجلة قول مش يقرأ في حكاية من حكايات الغرام واندماجه في القراية خلى ماشي ومش تمام على اليمين يحدف بعيد خطوة تاني يروح الشمال لمح وفوكس من الحديد فوكس الكل لمح وفوكس من الحديد قال دا صيد سهل حلال هب نطف كرشو دغري جاب بجامته لحد ديلها اسماعيل بدال ما يجري قال يا رجلي رجلي مالها بص شاف الدم السايح من عليها من عليها ومن وطيها ويا اللي جاي ويا اللي رايح المجلة مش لقيها حبه وتلم والزنايا اللي هم البوابين والحكاية والرواية قال لهم دا كلب مين دا كلب مين سمع لبك حبتين قال لواحد منهم ممشي أو قال لواحد منهم ممشي اللي جابك عنده مين قال دا شارع يا مواشي والجميع بيمر منه اللي راكب واللي ماشي مستحيل مستحيل نستغنى عنه بس كلمة من دا وكلمة من دا زازو وترسمت فضيحة قال قول نهايته القصد من دا اسماعيل أكلت طريحة راحوا اسم الشرطة طبعا والنيابة كفيرة بيهم وترموا في الحجز جميعا لما يجي الدور عليهم حبه والشويش أمين قال سعيد النقشبندي قال غريم سعيد النقشبندي قال غريم عن أمس سمع يروح معاه إشتويش قال له غري دمك راح تعوصني وفوق أفاه كفة طرقع دهية فمك تفتكر يفضي سي سمع إلى آخره دي القصيدة اللي كتبها أحمد فؤاد مجمع للحادس تبدأ الكلام دا من إمتى أولاد من الستينات القصة دي حصلت بس سمعين اللي في القصيدة واللي في الحادسة بتاعته موكلسوم على فكرة موكلسوم فضلت تكره أحمد فؤاد النجمع عشان القصيدة دي تكره عما وهو كان يحبها جدا إسماعين اللي في القصيدة دي ما ماتش دا الكلم بس هابة شو إسماعين اللي في الحادسة الجديدة مات مات وشبع موت مات بس هنا فيش شاعر يكتب عنه حد فيكو فاكر قصة كلب المزيعة اللي في مدينة الشيخ زايد اللي فيه مدير بنك جرها فالكلب هبش فيه الكلب كان بيخوفهم فاكرين هبش وهبشة جمدة قاعد في المستشفى شوية وبعدين قبضوا على جوز المزيعة أميرة أبو شنب حد فاكر القصة دي أكيد فاكرنا كلنا صح وفاكرين الشاب اللي يرحمه اللي مات اللي وقعت في المستشفى شوية وبعدين مات وفاكرين الكلب كان نوع ما يترباش في البيوت قاتل نوع قاتل كده طيب وفاكرين دا جوز المزيعة أميرة أبو شنب أوبال أمالتكو بقى دلوقتي الرجل خد إخلاق سبيل بعشرين ألف جنيه إخلاق سبيل زوج المزيعة أميرة أبو شنب بكفالة عشرين ألف جنيه في وقعت عقر كلبه ومدير بنك الشيخ زايد بس قاتلوا بعشرين ألف جنيه قررت جهة التحقيق إخلاق سبيل زوج المزيعة أميرة شنب بكفالة عشرين ألف جنيه بسبب عقر كلبه ومدير بنك محمد الماوي المستشفى الحمار الصوي قمر بحبس زوج الإعلامية النهاردة خرج بزم التحين مش هقولك ليه مش مطبق قصة إخلاق السبيل دي بالكفالة على عشرات الآلاف من البنات والشباب ورجال اللي انت مسكهم اللي مقتلوش حد ده كتبوا بوست ده نعرف بنت انت مسكها من أربع سنين كانت فيقول يا جامعة عشان كتبت بوست لحد النهاردة مرميه في السجل أعرف عشرات الحالات كده انت ما عندكش دين ما عندكوش ضمير والله انت بلا دين ولا ضمير لما كلب واحد بسؤول عنه يقتل ويخرب بيت أسرة فحضرتك تقفش الراجل وتسجنه وبعدين يخرج بعشرين ألف جنيه بس والبيت اللي اتخرب ده خلق ما نعمل له ايه القانون بيقول كده طب ما تطبق نفس القانون على عشرات الآلاف من الشباب فتيات والشباب ورجالة وسيدات اللي مرموين في سجونك لحد بوقتيه ما عملوش حاجة غير انهم كتبوا بوست بس ما قتلوش حد ما روعوش أمن حد إنما كتبوا بوستات بس يا قليل الدين يا عديم الوطنية لكن هقولك ايه هقولك على صدمة الناس اللي لسه فاكرين فيه قانون في البلد وانه ممكن حد يتحسب وصل بعضهم من النتيجة دي وقالك القانون ده معمولة الغلابة بس خد خد تفرج اهوه حسب يا الله ونعم الوكيل يعني الراجل ده مرح حضر ايه يا اسمين راح ايوا يا سيدي يا اسمين راح حضر ايوا ماشي لا حول ولا قوة إلا بالله يا حلاوة إنا الله وإنا اللي رجعون قانون ساكشونيا مش بس كده يا سيدي ده احنا لقينا النيابة كمان ناوية تلبس الأطباء مسئولية وفاة الراجل اللي عده الكلب لأنه كان سليم مات بسبب الإجراءات الطبية أو غلط في المستشفى تطور جديد في قضية وفاة محمد محب الماوي ضحية كلب بزوج المزيع عميرة شانب إيه بقى التطور كانت النيابة العامة تبشر تحققاتها طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظر الاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسئولية الجنائية قبل المتهم المحبوس صاحب الكلب وكذا التحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليها الإجراءات العمالة الجراحية على نحو متقدم الأمر الذي قد يؤثر إن ثبت صحته وقوعه في تحديد المسئولية الجنائية وترتيب إحدها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ تخين؟ من جوز أميرة شانب أنا طبعا فكرة إن واحدة بشأنب دي فكرة ممكن تعمل كونفيوز دي واحد زي حالتي يعني ممكن أبقى في التلاجة لكن مين جوز أميرة شانب؟ مين جوزها؟ مين بيحمي جوزها؟ صاحب مين جوزها؟ طب تقرب لي مين أميرة؟ عشان كلب بتاعها طب الكلب أخباره إيه صحيح؟ انتوا معا تمنوا مش تتمنوا معا الكلب يا أولاد الكلب؟ مش تتمنوا معا الكلب فين؟ هل الكلب ده وديتول دكتور نفسي عشان يعني ما هو الكلب عض بني آدم كله؟ مش تمنوا معا الكلب؟ يا تارى أميرة لسه عندها الكلب نفسه؟ ولا وديتوا حتة تانية؟ ما إحنا عايزين نتمن الكلب؟ طب هل أنتوا خدتوا الكلب؟ طب هل طلعتوا قانون؟ على فكرة أيام ما كنت في تركيا من حوالي سنتين الفصيلة دي إن الكلاب ممنوع تربيتها صدر قرار ممنوع تربيتها لكن الولاد بيمشوا بعدي في الشارع على فكرة وأنا مرة عجبني كلبي زي كده من الفصيلة دي أنا بحب الكلاب بس الفصيلة دي محبهاش النوع ده من الكلاب محبوش دي مش كلاب دي مش كلاب دي حيوانات سعرانة دي ما تتربانش واحد يمشي بقى في الشارع والحاجات دي دي تتحط في أفض زي الأسود كده وزي الضباع تتحط كده فأنا شفت يوم قبل ما مشي من سنتين كده قبل ما مشي من تركيا شفت قرار صدر من البلدية في تركيا ممنوع إنك إنت تمشي بكلب زي ده أهو سلام عليك يا علي الخميس 21 تركيا تحذر أربع سلالات من الكلاب غرامة كبيرة تنتظر المخالفين منهم الكلب ده اللي هو كان في الصورة ده بس قال لهو البيتبولت بتعرف ايه ده هو ده هو الكلب ده أنا فاكر وساعتها والله قلت تسلم إيه دي الحكومة أو اللي قالت القرار ده كنت تمشي في المول أو في حتة هو ما ساحبي بحاطط له بتاعه كده قفص بقه بس أنا قم إيه يعني انت ماشي بيه في شارع ازاي ده فيها انواع من الكلاب ميت ماشيش بيها في الشارع ما تترباش ولا خش خش عادي عادي لا عادي ايه ده مجنون ده ولا ايه فتلاقيه عادي راح سنة واحد وعشرين زي ما قلتلك من سنتين تركيا طلعت حظر أربع أنواع من الكلاب ما يتربوش ما يبقاش عند حد واللي هيتربيهم تبلغ عنه يتعرض لغرامة أنا بقى بسأل كلب الأستاذة أميرة شنب اللي وموت محمد الماوي فين؟